نفتح كتبنا المقدسة على انجيل متى انجيل متى الاصحاح السابع عشر على صفحة اربع عشرين من الاهد الجديد اقتعاش من عدد اربع عشر كما جاءوا الى الجمع تقدم اليه رجل جاثيا له وقائلا يا سيد ارحم ابني فانه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء واحضرته الى تلاميذك فلم يقدر ان يشفوه فاجاب يسوع وقال ايها الجيل الغير مؤمن الملتوي الى متى اكون معكم الى متى احتملكم قدموه اليه هنا فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة ثم تقدم التلاميذ الى يسوع على انفراده وقالوا لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه فقال لهم يسوع لعدم ايمانكم فالحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فيانتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم واما هذا الجنس فلا يخرج الا بالصلاة والصوم مبارك اسم الرب مبارك كلمته لنا في هذا المساء تكلم اليوم كيف نبدأ سنة 2020 بداية صح شون نبدأ هذه السنة بداية صح ترفون كثير مرات نحن نكون مثل الصبورة اللي تحتاج الى تنظيف من وقت لاخر تمتل الصبورة ونحتاج انه ننظفها فنيجي نجي عند الرب ونتوب ونتطهر فتتنظف الصبورة مرتنا لكن ترفون بعض المرات نحن نصير مثل الصبورة اللي عليها بقع عليها شنو بقع ليش مدى تطلع هاي البقع لانه مرات البقعة يكون الى صالة وقت طويل فنحتاج انه نيجي عند الرب في فترات صوم والصلا حتى نحصل على نفخة خاصة من روح القدس حتى نطلع نظيفين من يقول امين لاحظوا في المقطع اللي قرينانه الرب يسوع قال لتلاميده انتم ما قدرتوا تخرجون الشيطان من هذا الغلام لسببين السبب الاول هو عدم الايمان قلم ايها الجيل الغير مؤمن وبعد ايش قلم الملتوي فالسبب الاول انتم ما قدرتوا تطلعون الشيطان من هذا الغلام السبب الاول عدم الايمان والسبب الثاني الالتواء طفون هذا المقطع يشوفنا انه من الممكن لتلاميد يسوع من الممكن تلاميد يسوع يصيرون غير مؤمنين وملتوين وكلمة ملتوي تجي بمعنى مخادع شخص مخادع شخص ملتوي شخص يلف ويدور شخص يلف ويدور بالكلام ومرات شخص يلف ويدور يعرج بين الفرقتين يوم يمين ويوم يصار شخص غير مرتبط بالله كفاية يوم مع الرب يوم مع العالم شخص غير ملتزم بكلمة الله شخص يسلك بالجسد شخص غير منقاط بالروح القدس مع الاسف هذه مشكلة كثير من الناس ومشكلة كثير من تلاميذ اليوم مشكلة كثير من المؤمنين هو انهم غير مرتبطين بالله كفاية ومرتبطين وملتصقين مع الاسف بشنو بالعالم وكأنه الشيطان دايس حبم سحب هم مؤمنين ومكانوا مؤمنين يمكن ارتدوا وكأنه الشيطان دايس حبم سحب بعيد عن الله في عدد ساطاعش التلاميذ سألوا رب يسوع سؤال قالوا له لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه قلم لعدم ايمانكم وكأنه الرب يقول لي تلاميذ وكأنه الرب يقول النا انتو معدكم ايمان انه انا اعمل معجزات انتو معدكم ايمان انه انا رح ابارككم انتو معدكم ايمان انو انو انا رح احفظكم رب يكلم البعض اللي خايفين تم معدكم ايمان انو انا رح احفظكم رح ارعاكم رح استخدمكم رح امسحكم انتو صرتوا مؤمنين متدينين اكو بناتنا مؤمنين متدينين اكو اكو كثير مؤمنين متدينين بالحقيقة المؤمن متدينين بمعنى مو مؤمنين حقيقين والله يقول انا مو مسرور بكل هذا مو بس انتو صرتوا غير مؤمنين لكن انتو صرتوا ملتصقين بامور غلط صرتوا ملتصقين بامور هذا العالم لكن بعد رب يسوع لما قال هذه الكلمات رب يسوع يعطي الحل فيقول اذا انت شعرت انك انت بعيد عن الله وانت ملتصق بالعالم فهذا الجنس لا يخرج الا بالصوم والصلا الحقيقة بالصلا والصوم لهذه المشكلة الاولى اش كانت عندهم ايها جيل الغير مؤمن فالمشكلة الاولى هي عدم الايمان عدم الايمان بسبب ليش عدم الايمان بسبب البعد عن الله عدم ايمان صار عندهم عدم ايمان بسبب البعد عن الله المشكلة الثانية اللي كان عندهم شنو التواء والالتواء بسبب الالتصاق بالعالم والرب يسوع يعطي الحل والرب يسوع يعطي الحل بالصلا والصوم ليش الصلا والصوم المشكلة كانت عندنا ابتعاد عن الله صار عدم ايمان فقال الحل بالصلا لانو الصلا تقربنا الى الله وتعيد شركتنا مع الله فانحلت المشكلة الاولى المشكلة الثانية اش كانت التواء بسبب التصاق بالعالم فالصوم لانو الصوم يفصلنا عن العالم وبالتالي التواء يروح ونبدي نلتصق بدل العالم نبدي نلتصق بالرب وتعرفون هذا اللي هدفنا يصير هذا اللي نحن دنريد نسوينه هذا اللي صارنا عشرين يوم غدا رح نفتح اخر يوم الصوم هذا اللي عملنا العشرين يوم الماضية انو انا وانت دن اقترب الى الله وانا دن افصل نفسي من العالم حتى استرد المسحة في حياتي من يقول امين حتى ارجع اشعر في حضوره في حياتي حتى استرجع شهيتي لقراءة الكلمة مرة اخرى امين لاحظوا نحن ما دنصوم ونصلي حتى نلوي دراع الراب مرة اكو ناس انا صايم حتى يسويلي كذا نحن ما دنصوم ودنصلي حتى نلوي دراع الراب نحن ما دنصوم ونصلي حتى نحصل على ما نريد لكن نحن دنصلي ودنصوم حتى يتولد في داخلنا قلب جديد قلب جديد للعبادة قلب جديد لطلب وشرب قلب جديد للحياة الامتنان والشكر لالله وهذا اكيد يسر قلب الله امين الصوم هو انك تدخل محضر الله وتقول له يا رب انا صايم عندي هدف من عندك انا صايم عندي هدف انه اقترب من عندك مو صايم وكل شيء وروح انام الصوم والفراس بصلا ماء اذا بصيف حتى حتى اقوم بس الغروب وآكل لا انا صايم لهدف انه اقترب من عندك انا جعان مو الاكل انا جعان اليك انا مشتاق للمزيد من حضورك في حياتي امين طفون الصوم والقداسة يتماشون مع بعض لهذا لما انت تصوم انت لازم تفصل نفسك عن مباهج هذا العالم في الصوم انت تصرخ للرب تقول له يا رب نقيني قل يا رب نقيني يا رب صفيني يا رب طهرني يا رب انزع كل اثم في حياتي يا رب حررني من كل قد في حياتي حررني من اي شيء اي شيء متسلط علي غيرك امين في الصوم والصلاة انت تقول للرب يا روح الله امتحني اختبرني افحصني بكتني عدلني امسحني واستخدمني هذا هو هدف الصوم ببساطة طرف لما تشعر انه السموات قلنا من الان من الان نرى السموات مفتوحة لما تشعر انه السموات مغلقة وانه صلواتك مرات تحس صلواتك متى تتجاوز السقف لما تشعر انه بحاجة تتصلي وتتصلي وانت بحاجة الى اجابة اريد اقول لك هذا هو الوقت اللي انت تحتاج فينه ان تصوم وان تصلي امين في الصوم انت تحبر عن احتياجك لا الله انت تقولوا يا رب انا اثق بك انت وحدك انك انت تسدد جميع احتياجاتي جميع احتياجاتي قلوا امين يا رب احتاجك في حياتي احتاجك في بيتي احتاجك في زواجي احتاجك مع اولادي احتاجك في كنيستي انا احتاجك يا رب امين طرفون إذا كان من الطبيعي للناس أنه تنقطع عن الطعام حتى تقلل كوليسترول أو نسمع صوم الجزء ما لا علاقة بالدين ولا علاقة بالإيمان صايم لساعة 12 ما أكل شيء يفيد الصحي قلل كوليسترول ممكن يضعف جسدي إذا كان نسوي هذا النوع من الصيام حتى يكون جسمي حلو حتى الصح دي تتحسن كم بالحر أهم أنه أصوم حتى أطهر جسدي حتى حماسي الروحي يسترد صح أو لا لاحظ في الصوم أنت تعيد تركيزك على الأمور الأبدية تعرفون أكثر الوقت نحن نركز في حياتنا على شنو أكثر الوقت ركز على 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 الشغل والطالب يركز على الدراسة والمن متزوج يركز على على الارتباط يدور والمن متزوج يفكر بالأولاد وبالعيشة وكذا الصوم يشوفني أنه هذه مو كل شيء لكن يا رب أنت كل شيء تعرفون الصوم يخليني أركز أقل قل أقل على أمور الغير مهمة وخليني أفكر في الأمور المهمة خليني أفكر في الأبدية صوم يخليك تفكر في أبديتك صوم يخليك تفكر في السماء في الجحيم في الاختطاف في مخافة الله الصوم يخليني أفكر بالحاجة إلى نهضة في حياتي أمين خلينا أشرح لكم شيء جسد يعني الإنسان يتكون من جسد ويتكون من نفس ويتكون من روح الإنسان النفس اللي هي الفكر والإرادة والمشاعر جسدك جسدك هذا الجسد اللي تشوفه قدامك يتغذى على الذات يتغذى على شنو؟ الذات الأنا نفسك تتغذى على شنو؟ نفسك تتغذى على الآخرين يعني فلان يخليني سعيد وفلان يخليني عصبي وفلان يخليني مرح فنفسي تعتمد على اللي حوالي روحك تتغذى على شنو؟ روحك تتغذى على الله والأقوى من جسدك ونفسك وروحك الأقوى هو اللي أنت الطعمه أكثر اللي يتغذينه أكثر رح يقوى على ثلاثة مع بعض أمين؟ فإذا أنت تتغذي جسدك أكثر جسدك رح يتصلط على نفسك وعلى شنو؟ على روحك إذا كان كل اللي تغذيه هو جسدك شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة إذا ما رح تخلي حدود لجسدك أسافر فلان مكان رح أكل كده رح أفكر أنا بالكنيسة ده أفكر رح أروح فلان مطعم وسوي شاتينج وي القاعد يمين رح أروح فلان مكان رح أتوى على فلان مكان ماكو حدود حتى في الكنيسة أنت تفكر تشبع هذه المعدة لما أنت ما تخلي حدود لجسدك جسدك رح يتصلط على نفسك وعلى روحك أو بعض الناس تخلي النفس هي اللي تتصلط بعض الناس تكتب يعني بعض الناس عندها كآبة بتقعد وياها تصير أنت كآبة النفس مكتئبة وش تسوي الجسد يكتب يبدي حتى ما يشتهي أكل يريد ينام وبعدين الروح حتى الروح تبدي تكتب أو أو أنت ممكن تصوم وتصلي والشيء رائع أنه الصوم والصلاة تؤثر على ثنين من الثلاثة الصلاة لما تصلي أنت تتغدي شنو تتغدي روحك ولما أنت تتصوم أنت تمنع الجسد من مصدر قوته ولما أنت تصلي وتصوم أنت تغدي الروح وتمنع القوة اللي يريدها الجسد تبقى النفس طايفة بالنص واحد ضعيف الروح قوي والنفس ما لا تعرف تمشي بأي اتجاه تبدي تتبع منه تتبع القوي وتقول أوكي أنا رح أمشي مع الروح وعندها رح تبلش وتقول ما قاله داول في مزمور 103 باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني يبارك اسمه قدوس اليوم صلاتي أنه في هذا الصوم أنه تعطي جسدك ونفسك وروحك من يقول أمين أمين تعرفون جسم الإنسان جسم الإنسان بينه هرمون اسمه اسم الهرمون غريلن اسم الهرمون غريلن هذا الهرمون هو هرمون الجوع اللي يخليك تشعر بالجوع أوكي هذا الهرمون هو اللي معظمنا ما ماكلين معداتنا جدا تصير قرقر قرقر زين لما تجوع معدتك تبدي تقرقر ماكو داعي أكو أحد تحتاج إلى يعني ساعة ريميندر حتى تقلك جوعان صح مرات قلي خلي ريميندر أنه تأخذ الدواء مالتك أوكي بس بس تحتاج ريميندر أنه أنت جوعان كل أربع خمس ساعات غريلن يشتغل شغله سوي لك طوط جوعان جوعان اطلع حتى لو مو وقت الغداء تطلع تفتر تمدي إيدك على المعون ومرتك تضرب إيدك بعد مصر الوقت أو تمدي إيدك تطلع أربع لوزايات أو تطلع خيارة المهم تريد تاكل تريد لأنه غريلن اللي هو هرموني الجوع كل أربع خمس ساعات يبلج يصرق جوعان 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 تريد حتى تريد تقرأ جوعان جوعان مرة ثانية مثل ما سوى في زمن يشوع تحس أنه مرات أنت صايم بس خلال أسبوع يوم تكون كل الجوعان تحس أنه الساعة كأنه توقفت كأنه الله وقف الشمس وتتسأل ليش دي يصير هذا كأنه الساعة والزمن وقف لكن أحبائي الجوع الجوع في الصوم هو اللي يقودك إلى محضر الله الجسدي الصلاة أنه يكون عندك جريل روحي يقودك نحو الله والجوع الجوع في الصوم هو اللي رح يقودك إلى محضر الله وإلى دعوة الله لحياتك بدليل أنه يسوع رب يسوع ما بدأ خدمته إلا بعد أن صام أربعين يوم موسى صام لم يأكل ولم يشرب أربعين يوم قبل ما يأخذ الوصايا العشرة فون صلاتي في هذا الصوم أنه أنه رب يعطيك جريل روحي لالله بحيث أنك أنت تريد أول ما تصحى الصباح تقرأ الكتاب المقدس وبعدين لما أنت جوعان الغد أفتح كتابك المقدس وصلي بلش يكون عندك جوع طول اليوم تريد تصلي تريد تقرأ الكتاب تريد تسبح الله صلاتي أنه أنه في هذا الصوم أنه رب يولد في داخلك جوع وعطش لشخصه أنه مثل ماذا جوع للأكل أنه بنفس المقدار جوع للمزيد من الصلاة وطلب واجه الرأي سؤالي لك اليوم هل أنت جوعان لا الله هل أنت مستعد تتخلى عن أمور كثيرة لأجله في سنة 2020 أو أنت تريد تحضر تؤدي واجباتك الدينية تجي الكنيسة مرة بالأسبوع وخلاص في ملوك الثاني صاح السادس حكي لكم قصة قصة تحكي كأن مدينة اسمها السامرة كان عليها حصار بسبب الحصار اللي طول كان أكو مجاعة شديدة بشعب الرب وبسبب المجاعة يقال أنه صار سعر رأس الحمار حمار مو عجل مو خروب صار رأس الحمار سعر وثمانين من الفضة مجاعة وصار سعر زبل الحمام فكرت شنو زبل الحمام بخمسة من الفضة فكرت ممكن الرجلين والرأس الأشياء اللي أنت يعني متاكلة زبل الحمام ممكن الأحشاء الداخلية اللي تنظف ها والذب صار زبل الحمام بخمسة من الفضة الجدار إذا أقوله أنه لما تكون جعان نحن نحكي عن الأكل لما تكون جعان إذا ما أكلت أكل صحي أنت رح تبدي تاكل عمرك أشياء أنت رح تبدي تاكل أمور همرك ما فكرت أنه تاكلها خليني أوضح ترفون بنفس الشكل إذا أنت ما غدت روحك سمعوني إذا أنت ما غدت روحك مجسدك إذا ما غدت روحك بالتسبيح بالعبادة جوعك رح يقودك إلى أمور غلط رح يقودك إلى أمور جسدية جوعك رح يقودك إلى الإنترنت جوعك رح يقودك إلى علاقات غلط جوعك رح يقودك إلى الصداقات غلط جوعك رح يقودك إلى الججارة إلى الشرب إلى المخدرات إلى أمور غلط في حياتك بسبب انك لم تشبع جوعك لله ليش لانه هناك فراغ في داخل كل قلب انسان لا يملأ غير الله اقولها مرة ثانية هناك فراغ في قلب كل انسان لا يملأ غير الله تكملت القصة في ملوك الثاني صاح السابع تكملت القصة تقول كانكو بسبب المجاعة كانكو اربع رجال برس مرضى بمرض البرس الخطير اربع رجال برس كانوا وقفين عند بوابة المدينة ودول الاربع البرس اش كانوا كانوا شبعانين صح؟ كانوا جعانين جدا قول جعانين جدا واحد من عندهم كان ديفكر معون قوزي معون قوزي واحد من عندهم طبعا ادي احكي ينصاي من البعض داريدا شهيم واحد من عندهم ديفكر معون برياني واحد من عندهم كان ديفكر بمعون دجاج محشي واحد من عندهم بعد شبك كم واحد بقى كانوا اربع واحد عندهم ديفكر بمعون شنو؟ دولما دولما واحد من الاربع سأل هذا السؤال لماذا نحن جالسين هنا حتى نموت؟ ليش نحن جالسين هنا حتى نموت؟ اقترح قال خلينا خلينا نروح الى محلة الاراميين خلينا نروح لجيش الاعداء اذا قتلونا نحن اصلا رح نموت من الجوع نحن اصلا رح نموت من الجوع واذا استحيونا رح نعيش لاحظوا جوع من الشديد اللي هو شنو؟ جوع من الشديد جوع كان عندهم صيام اجباري جوع من الشديد قادهم راحوا لمعسكر الاعداء وشافوا المعجزة ان الاعداء كانوا كن تركوا كل ما عندهم من مؤن وهربوا بسبب معجزة من الله اعدها لهم جوع من الشديد قادم الى المعجزة اللي الله اعدها لهم امين وحباي انا اؤمن بكل قلبي انو الله يتدخل بمعجزات لما نجوع له من يقول امين لما نصوم ونصلي لانو الصوم هو جوع الى الله امين طرف لما جوع الى الله انت تبدي ترتفع فوق مشاكلك لما جوع الى الله انت تبدي ترتفع فوق ظروفك لما انت جوع الى الله انت تبدي ترتفع فوق انك ترثي لحالك لما انت جوع الى الله انت تبدي ترتفع فوق الكآبة واليأس اللي عندك امين لاحظوا الجوع ممكن يقودك للأفضل أو ممكن يقودك للأسوأ خلينا نشوف للأسوأ شون ممكن الجوع يقود للأسوأ منه يذكر قصة بالكتاب المقدس كنا نعرف قصة عيسو عيسو فاديوم الأيام رجع من رحلة الصير وكان جعان جدا ويعقوب كان محضر شنو كان محضر عدس اليوم محضرين لبلبي زين رجع من رحلة الصيد وكان جعان جدا وشم ريحة العدس قام كي مثل تومين جري قام الريحة شم الريحة يعني قام يسيل اللعاب مثل مهسد يسيل اللعاب وبعدين كان جعان جدا قال له ليعقوب قال له أعطيني صحن عدس قال له يعقوب كان مكر كان مخادع كان ملتوي قال له أوكي أعطيك بس بيعني بكوريتك وعيسو في لحظة ضعف في لحظة بين قوسين جوع لأنه عيسو لم يوجه جوع إلى الله وافق وبعد بكوريته بصحن عدس بثمن بخص ولهذا أحبائي الصيام ضروري جدا أنك توجه جوعك إلى الله أمين رب يسوع قال في إنجيل متى صحاح الخامس طوبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون لاحظوا جوع عيسو قادوا إلى الأسوأ صح؟ قادوا إلى شنو الأسوأ بس إحنا مريد ننهي بالأسوأ أوكي فخلينا ننهي اليوم الرسالة ننتهي بقصة الإبن الضال اللي جوعوا قادوا نحو الأفضل جوع الإبن الضال قادوا إلى حضن أبو أمين سؤال سؤال سهل شنو اللي خلى الإبن الضال يطلع من حضيرة الخنازير شنو اللي خلى الإبن الضال يرجع إلى بيت أبو دعني أعطيكم بعض الأسباب بس ما أعتقد هو السبب الرئيسي ما كان السبب هو إحباطه من تصرفات أصدقائه صح؟ ممكن ممكن لأنهم ضحكوا علينا صرف أمواله على الزواني وعلى الشلة اللي كانوا ويانه ممكن كان سبب بس مو سبب الرئيسي ما كان السبب أنه طلع من حضيرة الخنازير بسبب ريحة الخنازير ممكن ممكن السبب بس أنا أقول لك مو السبب لأنه لأنه هو صارت ريحته من ريحته أوكي ما كان السبب القدارة اللي كان عايش فيها لأنه بقدر ما عاش في الحضيرة صار قدر مثله لكن نقطة واحدة خلته يرجع هو جوع الشديد في لغة خمستعاش عدد سباطعاش الابن سأل سؤال لمنه لنفسه قال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أتضور جوعا أقوم وأرجع إلى أبي لاحظوا الشيء اللي قاد الابن الضال للرجوع إلى أبونه هو جوع الشديد أنا خلصت ترفون لما ممكن الكواير يجي عنده ترنيمة خاصة ترفون لما نصوم لما نصوم من أجل أحبائنا لما نصوم من أجل أقريبائنا الجوع رح يوقض هؤلاء من حضرة الخنازير يقول أمين الجوع رح يوقض لما تصلي لما تصوم الكنيسة الجوع رح يوقض هؤلاء من إذبانهم الجوع رح يوقض المرتدين حتى يرجعون للرب والله يقول أنا رح أستخدم هذا الجوع حتى أرجعهم إليه يقول للرب أمين في متى 17 ترجمة نانسي ترجمة نانسي لما تكون صعابي عجب عن عين الزمان والآن نفسي في اضطرابي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي Ó ترجمة نانسي يجي تلو للجبال انت يا حسن المهي يا يسور كلمة تكتور المحام انت وحدة تستطيع يا يسور يجي تلو للجبال انت يا حسن المهي يا يسور كلمة تكتور المحام كلمة تكتور المحام كلمة تكتور المحام وأتي لما سهل يصعر كلمة تكتور المحام 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 ترد جوة يا اللي ضع واللي يصعب عالجميل يا يسوح يبقى عندك مستطاع انت وحدة تستطيع يا يسوح ترد جوة يا اللي ضع واللي يصعب عالجميل يا يسوح يبقى عندك مستطاع يبقى عندك مستطاع يبقى عندك مستطاع يبقى عندك مستطاع أخي نقف مع بعضه نصليه نطلبه قلوا انت وحدك تستطيع يا يسوح انت وحدك قادر انه تنقل الجبال في حياتي انت وحدك قادر انه تزحزح الامور في حياتي انت حصني المنيع انت كلمتك فوق المحارب انت وحدك تستطيع يا ربي انت وحدك تستطيع الصعب عالجميع الصعب عالناس لكن انت يبقى عندك مستطاع المستحيل عند الناس ممكن لديك انا نريدك لو انت محتاجي لمعجزة اليوم ارفع ايدك بلش اصرخ للرب اصرخ للرب اقول يارب انا جايلك انا طالبك انا طالب وجهك انا طالب حضورك في حياتي أنا محتاج لك محتاجك في حياتي محتاجك في حياتي محتاجك 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 قل يا رب أنا جوعان إليك أنا مشتاق لحضورك مشتاق لحضورك بلش أصرخ للرب بلش عبر عن جوعك للرب قلوا أنا جاي أريدك أنا جاي أريد أعرفك أكثر وأناريد أختبر في حضورك في حياتي أنا محتاج ألمسك أنا محتاج أنه أخرج من أماكن الراحة مالي أنا جاي أدنو أنا جاي أقترب إليك يا يسوع أنا جاي أقترب إليك يا يسوع لاحظ لما تكون بعيد عن الرب هو يتدور عليك لكن بعدها أنت لازم تدور عليه الدور دورك أنت وأنت تعرفه وأنت ابتعدت عنه دور عليه دور عليه اطلبه قلوا أنا مشتق لك أنا محتاج لك أنا محتاج لك أنا جاي أبحث عنك يا رب كلمة الله تقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم اطلبوا أولا ملكوت الله وبره شنو الأولا شنو الأولا اطلبوا أولا أولا ممكن تكون البركة الخير العطاء الغينة الكرامة الصحة الحماية الاستخدام ما بيقول اطلبوا ملكوت الله وبرها وهذه كلها تزاد لكم قل يا رب أنا مشتاق لك مشتاق لحضورك في حياتي مشتاق يا رب أن أعرفك أكثر وأن أدخل للعمق معك أكثر قل يا رب تعال بنهضة على حياتي تعال الهبني تعال اشعرني في نيرانك تعال بزيت جديد على حياتي تعال عمدنا بمعمودية جديدة يا رب تعال املأنا من روح القدس تعال بغمر جديد تعال بسكيب جديد تعال يا رب بزيت جديد تعال بخمر جديد تعال يا رب بمطر جديد تعال في نهضة يا رب على هذا المكان في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع تعال يا رب اسكب مياهك تعال اسكب أمطارك تعال بسكيب من المطر الإلهي في اسم الرب يسوع خلينا كل اثنين مع بعض خلينا كلنا نوقف كل اثنين مع بعض يصلون يصرخون الى رب قل يا رب جعانين لك عطشانين لك محتجينك يا رب لن نتركك لن نتركك يا رب ان لم تباركنا لن نتركك لن نطلقك ان لم تباركنا نريد بركتك نريد ايدك نريد عمل ايديك نريد يا رب تخرجنا من هذا المكان يا رب ناس اخرين تعال نقينا تعال صفينا تعال غربنا تعال شكلنا وضينا قلب جديد للعباد وعطينا قلب جديد يا رب للشكر والامتنان لشخصك يا رب حررنا من كل نير حررنا من كل نير عبودية حررنا يا رب من كل من كل فشل من كل إحباط من كل ياس من كل عدم إيمان من كل شك يا رب يا رب تعال مد إيدك مد إيدك مديدك تعال عن ناس التعبانين تعال يا رب عن ناس الفشلانين تعال يا رب عن ناس اليائسين تعال انهضهم تعال قويهم تعال شددهم تعال شجحهم يا رب أنت قل تعالوا إلي يا جميع المتعبين سقلي الأحمال وأنا أريحكم يا رب نأتي إليك نطرح أحمالنا نطرح أحمالنا عند قدميك كنت عايش بعيد عن الله كنت عايش تعبان من خطاياك سلموا حياتك سلموا قلبك أطرح عند أقدامه وكل خطاياك قلوا توبني فأتو حررني من كل قيد من كل إثم في حياتي يا رب ناس تعبانين يا رب بسبب علاقات مكسورة يا رب صلينوا تجي تجي يا رب وتجبر كل كسر في العلاقة في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع كل علاقات زوجية مكسورة يا رب أنت تصل إصلاح حقيقي في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع بدايات جديدة وغرز جديد في اسم يسوع صلات يا رب لناس فشلانين ناس يأسين ناس منهكين ناس محبطين صلات يا رب نك توطي هؤلاء أجنحة كالنسور أعطيهم أجنحة كالنسور أعطيهم أجنحة أنه يرتفعون فوق ضيقاتهم فوق مشاكلهم يا رب قال أعطي راحة للتعبانين أعطي راحة للتعبانين صلاة يا رب لأجل الناس مرضى في وسطنا يا رب أنا أعلن شفاء في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع أنا أعلن أنك أنت تعطينا شمس البر والشفاء في أجنحتنا شفاء في أجنحتك يا رب يا رب أنا أعلن شفاء أنا أعلن شفاء من كل سرطانة الآن أنا أعلن شفاء في اسم الرب يسوع شفاء 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 أنا أعلن شفاء أنا أطلق شفاء في هذا المكان في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع وصالي من أجل حياة فيها الثمر حياة فيها الشبع حياة فيها تسديد جميع الأحتياجات حياة فيها الثمر حياة تؤثر على الآخرين حياة تبهر الآخرين قل يا رب أنا بين إيديك يا رب خلي حياتي تبهر الآخرين خلي حياتي تكون مذمرة خلي حياتي يا رب تكون منقادة في روحك خلي حياتي تتمم أهداف الملكوت يا رب الى جود الرب نجري الى الحنطة والمصار انت سمي بيتك انت تغني شعبك الى جود الرب نجري الى الحنطة والمصار انت سمي بيتك انت تغني شعبك الى رحم لا حصر فيه انت تفريجنا الى أرض متاسعة انت تتريقنا الى رحم لا حصر فيه انت تفريجنا الى أرض متاسعة انت تتريقنا ترسل مطرك علينا فتروي أرضنا يدك تصنع عجائب فلن يغسى شعبك ترسل مطرك علينا دا يسو حلو أوي حلو أوي دا يسو حلو أوي حلو أوي حلو أوي دا يسو ده ياسوك اللي هيقرب منه مش ممكن يبعد عرضه واللي هيدوع حلوته يفضل قريب منه اللي هيقرب منه مش ممكن يبعد عرضه واللي هيقرب منه مش ممكن يبعد عرضه لا ياسوك حلواوي حلواوي لا ياسوك حلواوي حلواوي لا ياسوك الحلواوي حلواوي لا ياسوك حلواوي 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 يا صاح اخذ مكاني لما تصلب علشاني دور عليا بحبه وتعب علشان يلاني يا صاح اخذ مكاني لما تصلب علشاني دور عليا بحبه وتعب علشان يلاني يا ياسم يا ياسم حلوهي 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 يا ياسور حلوهي 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 دوقوا وانظروا ما أطيب الرب